أحد المراسلين سأل رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال كيف تنظر لمجموعتنا في كأس العالم بوجود منتخبات كبار ويمتلكون لاعبين محترفين على مستوى قرة أوروبا أجاب درجال العراق كبير ويجب أن يلعب مع الكبار تحية كبيرة للكبتن الجدير عدنان درجال الخبير والمحلل الفني محمد خلف في تصريح بقيادة المدرب كاساس أتوقع خروج منتخبنا الوطني من دور الستة عشر في كأس آسيا وأضاف الكل يرى كاساس مثل المدرب كواديولا لكن الواقع يختلف اليوم آسيا تطورت نحو الأفضل على العراق لم يتطور بعد وبالنسبة الكاساس أول مرة يكلف بمهمة التدريد وسوف ترون العجزة الحقيقية بأعينكم عندما يفشل من البداية ويخسر البطولة وبعدها الاتحاد يقوم بفسخ عقده والبحث عن مدرب جديد حاله حال المدربين الذين قبله أمثال المدرب بيتروفيش وكاتانيتش وكذلك ميسلاف سكوب الذين جميعهم فشلوا في إدارة المنتخب العراقي أركان نجيب في تصريح لأول مرة في تاريخ الكرة العراقية نمتلك منتخب شبابي منظم يمتلك قدرة في بناء اللعب من الوراء لوجود مدافعين ممتازين وأضاف نجيب نسبة اللاعبين المغتربين في القائمة نسبة قليلة جدا وتمنيت وجود أكثر من هذا العدد لأن كثرة وجودهم تكون حاسمة أكثر وبالتالي تكون نسبة الفوز أسهل قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة اللاعبين الأساسيين والاحتياط الذين شاركوا في مباراة نادي الميناء مع مصاف الوسط في الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى للحضور يوم غاد الأربعاء إلى مقر الاتحاد وفد منتخب شباب العراق يستعين بالشيف محمد سوادي للتقديم وجبات طعام من المطبخ العراقي خلال المونديال في الأرجنتين مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد في تصريح سنخوض منديال الأرجنتين كل مباراة على حدة وطموحنا عبور دور المجموعات وتسجيل مشاركة تاريخية للكرة العراقية وأضاف نحن قادرون مجموعتنا صعبة ونحن خصم صعب على جميع المنتخبات الإعلامي دكتور عدنان في تصريح حيث قال إذا لم يتأهل منتخب الشباب من دور المجموعات فهذا سيكون فشلا كبيرا لأن منتخبنا يضم نخبة رائعة من اللاعبين نتمنى الفوز لمنتخبنا والوصول بعيدا لكن هناك أسليب من عماد محمد في التوظيف قد تحسن الظن أو ربما لا يحسن في الاختيار عضو رابطة نادي الشرطة حيدر نابر السعدي وضح قائلا إذا استمر قرار ندينا بالانسحاب من مسابقة دوري أبطال آسيا سأدعي نادي الشرطة بنادي الشردة والنادي الخائف استبعاد المهاجم عبود رباح من قائمة منتخب شباب العراق واستدعاء المدافع سجاد محمد فاضل بدلا عنه قناة الرابعة الرياضية تعلن حصولها على حقوق البث المباشر لمباريات منتخبنا الشبابي في كأس العالم في الأرجنتين علي الأسدي رئيس نادي الكهرباء ننتظر بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أحر من الجمر سيكون يوم تاريخي لنا كأول بطولة خارجية يشارك بها نادي الكهرباء عبر التاريخ وسأقدم كل جهدي من أجل تقديم مستوى جيد ومطمح لتحقيق البطولة محارب المحترفين في قبضة النزاهة هيئة النزاهة تستدعي نجل رئيس الاتحاد السابق وعضو اتحاد القرة الحالي كوفند عبدالخالق مسعود ولا يزال في قبضة النزاهة العامة بالساعات المقبلة سوف نرصد لكم الأخبار بالتفصيل رسميا أندية الزوراء والقوة الجوية والكهرباء تحصل على الرخصة الأسيوية للمشاركة في بطولة أبطال آسيا اليوم في تمام الساعة الثامنة ينطلق والديربي العراقي بين نادي الشرطة والقوة الجوية وسط حضور المعلق العماني الكبير خليل البلوشي الذي سيعلق على المباراة من داخل ملعب الشعب رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني يوجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثير الشغب ومطلق الهتافات المسيئة داخل الملاعب الرياضية رسميا الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عام في قطر 2024 هي كل من البحرين، الصين، أندونيسيا، الأردن، كوريا، الكويت، السعودية، تاجيكستان، تايلند، وزبكستان، فيتنام علماً أن القرعة سوف تسحب في الخامس والعشرين من الشهر الجار بمشاركة منتخب العراق في المستوي الأول الدكتور عدنان، رسالتي إلى لاعبين منتخب الشباب، كأس العالم هي فرصة ذهبية لكم ستشاهدون العالم يتواجدون في الملاعب من جميع أنحاء العالم، استثمروا هذه الفرصة لاعب المنتخب العراقي مهند علي بعد هبوط نديه من الدوري القطري الممتاز قرر الرجوع إلى الدوري العراقي لكن نادي الدحيل كان له رأي في ضم اللاعب ولا يزال ميمي لم يتخذ قراره لأنه رفض الرجوع مع نادي الشرطة العراقية بسبب انسحابهم من دور أبطال آسيا الإعلامي محمد خلف في تصريح في هذه السنين الحديثة رأينا إقبال كبير من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الذين نسميهم المغتربين وخصوصا بعد بطولة كأس الخليج في البصرة التي حققها منتخب العراق والآن اتضح كيف كان الإقبال بهذا الشكل من قبل المغتربين عندما توج العراق بلقب كأس الخليج اللاعبين حصلوا على تكريم كبير من قبل الوزراء وكذلك أراضي وسيارات حديثة قبل عوائل المغتربين لا تسمح لهم بتمثيل العراق بحجة عدم الأمان أما اليوم عوائلهم ترسلهم إلى العراق وهم يتنافسون على تمثيل المنتخب العراقي والسبب الذي دفعهم لتمثيل العراق هو من أجل المال اللاعبين المحليين يلعبون بغيرة كبيرة أما المغتربين لا يهمهم الفوز أو الخسارة لأنهم جاءوا من أجل المال أكد مصدر خاص لموقع العراق أن هناك اتصال هاتفي جمع الكتن راضي شنيشل بوالد اللاعب علي حيدر وأكد شنيشل أن علي حيدر موهبة مهمة للعراق وسيكون له حضور في الاستحقاقات المقبلة عماد محمد في تصريح صحفي عن اللاعب علي حيدر حيث قال لا زال لاعب صغير وممكن يستدعى في الاستحقاقات المقبلة وهو لاعب في الأولمبي وقتها تصريح راضي شنيشل عن اللاعب علي حيدر حيث قال ممكن أن يتدرج مع منتخب الشباب لكي ينضجد وما بين هذا وذاك تم استبعاده من الشباب والأولمبي عندما يكون اللاعب مستعد ويقدم في المنتخب ويمتلك حلول ومحترف خارج العراق ومتأسس بطريقة صحيحة لماذا يستبعد من قبل المدربين المحليين هل هو غرور أو تقليل فرصة اللاعبين المغتربين وإعطائها لللاعبين المحليين شكرا